ما حكم من يترك صلاة التراوح ولا يصليها بحجة أنها سنة يعني صلاة التراوح هي سنة ولكن واش الإنسان يتركها بحجة أنها سنة هذا لا ينبغي علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا فيها وحثنا عليها والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفرقون بين الفرض والسنة من حيث الامتثال الصحابة رمكانش هذا سنة وفرض رمكانش كيف رقوها الصحابة هاد فرقر داروه الفقهاء من أجل أن يبينوا به من أجل أن يبينوا به حكم من ترك فرضاً أحكم من ترك واجباً أما من حيث الامتثال والانقياد فلنسا يخصون قادل الفرائض ونقادل السنة علاش دين سوا ميقولش للإنسان هذه سنة وخوية سنة أنت مستغنية لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالك غدا يوم القيامة كيت تحاسب الإنسان على الصلاوات الخمس غدا يوم القيامة الله ما غدا يحاسبك على التراوح غدا يحاسبك على الضهر والعصن ومغرب والعشاء ولكن واش أنت اللي ما بتش تصل التراوح بحجة أنها سنة واش أديتي الفرائي ديلك بالتمام ولكمال زمان ما عندك فيها تنقص إلا الديتي الفرائي ديلك بالتمام ولكمال ما عندك فيها التنقص لا يصخر ما تصلشت لا رواتب ولا نوافل ولا أي شيء لأنه وصفي الديتي الفريضة ديلك بالتمام ولكمال ولكن رأي الفريضة ديلك ناقصة وهذا كن ناقص باش غادي تجبروه إلا ما شبرتوش باش بهذا النوافل هذي إذن فحريص بارك الله فيك على هذه النوافل ولا تضيعه ترجمة نانسي قنقر